طبعا انتم عارفين ان ان شاء الله رب العالمين النهاردة هيكون اول يوم في الايزو سيفن زيرو زيرو وان تونتي تونتي تو. اه هنا يا شباب عايز اوضح حاجة مهمة عشان اه تكون واضحة ليه لكلكم. احنا هنا اه بنتكلم عن اه او بمعنى اصح الاتنين مع بعض. مش الواحد ها ولا ترينج الواحدة. اه الفرق ما بين الوردشوب والترينج انه الترينج انه هو عملية التدريب. انه هو بيبقى فيه مادة معينة ان انا عايز اضربكوا عليها واعرفكوا ايه هي المادة العلمية. الوردشوب بيبقى بتاعه مختلف. الوردشوب بيبقى فيه يعني طبعا الترينج كورس بيبقى الانبوت بس غالبا من الانستراكتور. انا اللي بشرح لكم وان انتو فيه تساؤلات او كده لغاية ما بتفهموا التوبك. خلاص لو فهمتوا التوبك يبقى كده الوبجيكتف طبعا الكورس تبا. الوردشوب بيبقى مختلف شوية. الوردشوب بيبقى فيه انبوت من جميع الجهات. سواء كان الانستراكتور او الحاضرين هما كمان. لانه الوردشوب احنا مفروض جاء اننا بنطلع بريزلت معينة. بنتيجة معينة. او ان احنا عايزين نعمل للايزو تو سيرو زيرو وان. طب ازاي هنعمل لها اه فنبدأ كل واحد فينا بيقول اه رأي معين بيقول فكرة معينة. وهي دي غالبا بتبقى مجال القوة بتاعتنا. لانه كل واحد بيقول فكرة بتفاجئ انك انت اخدت تلات اربع خمس افكار جديدة من اشخاص وانه هي بدأت تثكل الموهبة بتاعتكم. وعشان كده انبرح يعني يمكن انا طلبت حاجة غريبة شوية ان انا كنت عايز كل واحد يحضر اجنتا جنبه كده جديدة. وتفهر بقى انا عارف التكنيكس الجديدة اللي هيستخدم ايباد اللي هيستخدم التليفون اللي هيستخدم النوتبوك بتاعه وتفهر بس انا عايز باي زا اند دي ان الورقة اللي جنبه دي دي احنا هنبدأ نتكلم وعن يجي نقول طب ازاي هنطبق الكلوز دي. اه اكبر مشكلة يا شباب في الايزو اللي انا وقدتها ان في ناس بتبقى ونرحوا في الايزو ايزو ايزو بس لما بينزل الفيلد لما بينزل اي وبيبدأ يشوف ازاي يطبق الايزو بتبقى مشكلة كبيرة لده وبتبقى بالنسبة له بيحس ان هي اه ورطة كبيرة قوي عشان كده بتلاحظوا ان دايما الكونسلتنسي سيرفز بتاعت الايزو بتبقى اغالية جدا وبتبقى ارقامها مية لانك انت ممكن انك انت تجيب ناس ويتبعتها الكورسات ويتعلموا وكاورجنيزيشن بس بتوفاجئ انه لما يرجعوا انه هم مش قادرين يعملوا بتاعك ده مش عشان انه هم مش كويسين لأ مش مش نديه النقطة خالصة بس هو بس اه اه هو ده انا مركز عليها شباب ازاي اللي احنا بنتكلم عليها دي هنقدك ان يطبقها عملي في حاجات كتيرة هتلاقي مش موجودة عندك انت مثلا بيشترد انه يكون اه عندك مثلا اه 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 او حاجة زي كده وهي ما عندك فبالتالي انك لازم تعملها لازم تجيب لازم يكون عندك اه مسلا اه اه وتعملها ممكن تحتاج انك تشتري جديدة زي بس ان طب انا ما عنديش وما عنديش طب ايه رايقه لو نشوف ننجيب من الكلاود وهنبدأ ان نفكر بافكار كتيرة فالكورس دو بتبقى اه مسألة افكار كل ما انت بتحاول انك انت وانك انت تطلع افكار دي ده هتبقى هتلاقي انك انت لما تبدأ تشتغل بها في بتاعتك انك انت لا الافكار انا عارفها الافكار ده انا اتماكشنا فيها قبل كده وعارفينها وعشان كده بقول غالبا لكل الشباب اه اه انه انا الابجيكتف ده يا شباب في في الكورس دوك او الوردشوب دي غريبة شوية ان الابجيكتف مش هقول لك ان انا افهمها لك ولا اقول لك انك زي تعملها مش ده الابجيكتف الاساسي الابجيكتف رقم واحد عندي انك انت تمنميز عدد ساعات الكونسولتنسي اللي انت بتطلبها من بقى يعني لو انت هجيب كونسولتن والاوردش هتتفعله ميت ساعة لا انا الهدف بها هتتفعله عشرين ساعة فقط لغير هل انت هتستغل عنه مية في المية لا مش هتستغل عنه مية في المية لان فورشوب برضو في حاجات هتسقط منك في حاجات مش هتبقى واضحة بالنسبة لك لان طبعا المجال الايزو التو سيفن زرو زرو وان شامل فيلدز كتيرة جدا فيلدز كتيرة جدا هتلاقي عندك الانستانت منجمنت وعنتك سيكيورتي سيكيورتي وعنتك التكنيكل سيكيورتي وعنتك هو عندك الهيزيكا سيكيورتي وعنتك laudeيزيزيشن سيكيورتي وعنتك الهيومان سيكيورتي وعنتك حاجات كتيرة جدا انت مهما كنت سوبرمان مش ممكن هتكون في الحاجات دي كلها. هتكون انت او او حاجتين من الحاجات دي وهتلاقي ان الحاجات التانية انت اه يمكن مش اور بيها او اه مش عارفها. فاحنا هنحاول ان كل الحاجات دي ان انا نجمعها مع بعض. وده الهدف. ده الابجكتف الاساسي يا شباب من الابجكتف التاني برضو اه اه انا بحاول ان انا دلوقتي اه اعمل كتاب عن طبعا انا لقيت ان المشكلة الكبيرة جدا اللي الموجودة في الآيزو زي ما قلتلكم ان انت ممكن تدخل الامتحان وتبقى وكل حاجة ولكن للأسف انه اه ما 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 مش هتعرف اه تعمل اه امبليمنتيشن ان اه بروبروي يعني هتلاقي الامبليمنتيشن انت مش عارف تعمله. طيب الحل اه كان انه يعني لقيت فيه كتب كتيرة في السوق بس للأسف الكتب دي بصراحة انا ما عجبتنيش. يعني الكتب برضو عامة ويسايبالك العملية كلها مفتوحة خالص وبرضو مش واضحة بالنسبة لنا اه انا عايز اعمل كتاب يكون بسيط جدا كتاب بيتكلم ببساطة جدا ازاي تشتغل فيها وازاي تعمل فيها وانا بوعيدكو دلوقتي ان شاء الله الكتاب ده لما اه اول نسخة تطلع منه طبعا انا هعمله كاللكترونيك بوك او اي بوك اه اول نسخة نسخة دي هتبقى ليكو انتو ان شاء الله يعني دي بلا عكس ده انتو يمكن انتو اول ناس اللي تقولولي ايه رأيكم فيه وهل هو كويس ولا المادة العلمية بتاعت الكتاب ده يعني كنت مبسوط وانا بكتبه لان انا حاسز ان انا بقيت بنطلق وعمل اكتبه اه نعمل كزا وفي الشركة الفنانية انا عملت كزا والشركة دي عملت كزا طب ليه ما تخطاش بالشكل ده وحاجات زي كده فحاسز ان فيها حاجات كتيرة يعني الكتاب انا كنت متوقع ان يكون مسلا ربعمائة خمسمائة صفحة اكتشفت لا ده ممكن يبقى اكتر وها ما عنديش مشكلة ان ان شاء الله يكون الف صفحة بس ان هو يكون اه مفيد ليكم ان شاء الله هي دي الابجيكتفز من الوردشوب دي اتمنوا الله سبحانه وتعالى ان الوردشوب دي تكون مفيدة ليكم اه في مقدمة سريعة احب ابدأ فيها كده عشان نكون كلنا اه on the same page i will share my تسكدوب طيب المقدمة طبعا الـ IT certificate هي عبارة عن هي مش شركة يا شباب يعني أنا لسه بشتعل في موضوع الـ Sikili Dukari أنا الهدف من IT certificate إن هي كانت مساعدة الناس يعني هي Internet service أكتر منها إن هي شركة أو حاجة زي كده فعملنا بعض والخدمات في مجال وهي دي اللي حاولنا نقدمها للناس طبعا كانت الفكرة كلها بدأناها في عشرين هو عشرين عشرين مش عشرين واحد وعشرين في عشرين عشرين وطبعا كانت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم كورونا يعني هي دي اللي سعدتنا لأنه طبعا كانت الفكرة إن أنا أعمل كورسات آآ فيس تو فيس كانت تبقى صعبة جداً لأنه ما فيش أي training center نعملها فيه فكان لازم إنه أعملها آآ بكوست تبقى عالية جداً وطبعا ما كانتش منطقية فهجيت طبعاً الـ online دي اكتشفنا إن هي بقت سهلة وظريفة وبدأت بل بالعكس إن الناس كلها بتتجه إليها أنا واحد من الناس اللي من ساعة الكورونا من عشرين عشرين ما حضرتش أي on-site training course خالص وما حضرتش أي امتحان on-site خالص كل الامتحانات بتاعتي يعني أنا تقريباً average عندي في السنة أربع إلى خمس امتحانات كلهم بعملهم on-site وأنا قاعدة نفس الأعدة دي يعني أنتوا تعرفيني دلوقتي على الفيديو نفس الأعدة دي هي هي هتلاقيها بالضبط في المتسجلة على الـ examination profiles بتاعتي في كل الشركات اللي شغلين فيها الهدف إيه من الـ IT certificate عملية simplify the IT security أشباب security مش معقدة security مش الغازز security مش نصب على الناس أو أنه هو نرعبهم security حاجة بسيطة جداً بس we have to understand the security we have to understand the concepts أكبر مشكلة أنك أنت لازم لو الـ concepts أنت مش فهمه مش هتعرفه عشان كده دايماً لما أجي لما الناس اللي بيبقوا معايا في القرصات أجي أقول لهم مثلاً إيه تعريف الـ confidentiality لما طعد تحكي لي حدوتها وعشان تشرح لي أقول لك بس أنت مش فاهم ليه؟ لأنك أنت لو فاهم بتقولها في كلمات بسيطة لكن أول ما تبدأ تحكي حدوتها معنى كده أنك أنت عملت لفه ودور حولين المعنى اللي أنت مش عارف توصله طائرة الهدف بتاعنا نحن نوصل بالحاجات دي طائرة الحاجات دي بنحاول أن احنا بنحطها على سلايدز وبنعمل لها شير على لينك تقينه على الفيس بوك أو أن فيه فيديوهات كورسات كتيرة منهم كورس كامل أكتر من سبعين ساعة موجودة على اليوتيوب بتاعتنا وطبعاً لازم يا شباب تدخلوا على اليوتيوب وتعملوا عشان أنا هرفع كل علي وكمان آآ لازم تبعتولي الإيميل أدريس بتاعتكم اللي أنتو بتستخدموها عشان تعملوا أكسس للإيميل اليوتيوب اليوتيوب أنا ما بحطش الكورسات اللي هي بتبقى آآ بايت شارج آآ مفتوحة آآ أنا بعملها على أكسس كونترول لست والأكسس كونترول لست للناس الإيميل أدريس اللي أنا مسجله فيها هو ده اللي هيشوفوه فمن فضلكم بعد ما نخلص الكورس ابعتولي الإيميل لست بتاع الإيميل أدريس بتاعتكم اللي أنتو بتستخدموها عشان أسجلها على اليوتيوب عشان تقدروا تشوفو التسجيلات بتاعتكم الهدف بتاعنا برضو في IT certificate إن إحنا marriage our practical experience مع security academic if you are a professional and you are working in the market ما ينفعش أبدا إن نقول إن أنا حياتي كلها certificates بس أو حياتي كلها عملي بس لو أنت حياتك كلها certificates بس هتبقى دكتور جامعة تبقى ممتاز دكتور جامعة R&D وحاجات زي كده بس مش هتنفع عملي يعني مثلا على سبيل المثال أنا اشتغلت في جامعات معينة في في الصعودية هنا كان الدكتور لما ديجي تقوله كريبتوكرافي يا دي شرحها لك والالجباس ما بيشتغل إزاي وحاجة رائعة جدا كنت بتستمتع بيه جدا بس ديجي تقوله طب أطبقها إزاي مش عارف إيه البروداكت اللي في صوق ما يعرفش طب إيه أنواع الفايروالز اللي بتابيرها ما يعرفش إيه فبالتالي إنك إنت لما كنت تجيب دكتور الجابعة ده وتحطه وتقوله يلا هندل أي قسم كآي تي آآ مانيجمنت لا بيفشل هو بيفشل ليه بيفشل لأنه هو ما عندهش الخبرة العملية الخبرة العملية مش موجودة عنده هو فاهم الثير كويس جدا هي كان كل الكلام ده يقدر يعمله بس هو مش عارف هاو تو دويت اللي موجود في السوق هاو تو دويت هو مش عارف يعملها الحاجة التانية لو انت في السوق وإيدك في البروداكتس وزي ما حصل معنا كلنا أنا بدأت في مجال سيكيوردي في سنة ألفين آآ 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 آ يهودية دي اللي هي كانت اسمها هي اسرائيلية كمان مش يهودية كانت اه مش متذكر اسمها دلوقتي فانت بتوقع تشتغل على البرودر دي وبتشوفها وانت مش فاهم مش فاهم الحاجة دي بتتعامل كده ليه ولكن انت حضر الكورس ده هو وقديك بتفهمها بشكل او باخر. بالحالة زي شباب انتو بتتحولوا الى فنيين مش مهندسين بمعنى ايه? ان التكنيشن هو عنده مشكلة يحاول هنا ويحاول هنا ويحاول دي ويحاول دي. هو مش فاهم بيعمل ايه هو وفجأة تلاقيها اشتغلت يقول لك وقف كل حاجة خلاص ليه? يخاف ان هي ما تشتغلش مرة تانية. انا فاكر ان شركة من الشركات الكبيرة لما اه قابلنا مشكلة من المشاكل واقعدنا اكتر من ساعتين بنحل فيها الغاية ما قلت له خلاص اه قال لي لا 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 انا مش مهترع بقول لي انا مش مهترع. قال لي يعني رجع لي المشكلة مرة تانية. فرجعت له المشكلة مرة تانية. قال لي حلها بقى. حلتها. قال لي عملت ايه? قبت له كان فيه راوت محطوض غلطة على الفايروول. اوكي كده اكسب. فتولي انا مش فاهمت عايز ايه. قال لي ما او انا يعني انا عايز اعرف هل انت فعلا حلت المشكلة ولا هي كانت انت ممكن تعملي على الفايروول وتشتغل الابلي كيش هي نشتغل وهي على الفايروول. فانت لو اكتشفت المشكلة فعلا. يبقى انت كده حلتها. ودي طبعا ما كانتش الا عن طريقة وما كانتش الترابل شوتينج البروفيشنال بييجي الا ما يكون عندك انت الخبرة عملية قوية. ودي برضو اللي احنا بنحاول ان احنا تو كوندكت لكم في الورد شوبس والترينين كورسيز اه بتاعتنا. اه يمكن ان اه هما صعبانين علي في مجالي. يمكن احنا في مجالي لما بدأنا. كانت اه اعظة بحاجة موجودة الفايروول. وبعد كده بدأنا نسمع عن حاجة اسمها اي دي اس وعدين الفي بي ان. وبعد شوية بشوية خدنا وقتين احبة بحبة بحبة عمال ما قدرنا الدنيا تتطور معنا. انت دلوقتي الجيل الجديد بيفاجئ ان انت اللي موجودة عندك اه مئات. مئات ان ما كانتش الاف. وهو اه if you want to work in security. you have to understand all the things. فدي فعلا challenge من اللي احنا بنحاول نساعد فيها الناس عشان يفهموا والحاجات دي. دي الخدمات اللي احنا بنقدمها في اي تي سبتيفيكات الديفينيشن بوسترز. البوسترز دي عبارة عن سلايد واحدة بتبقى بي دي اف معبولة على باوربوينت ان هي بيبقى فيها سيكيورتي بيبقى فيها اه طوك افلي طاون. زي بقولك ايه هي مسلا ديجيطاليزاشن. از السكيورتي ديجيطاليزاشن. ايه هي الاي اي ام. بعض الدفينيشنز المهمة اللي انا ببقى عايز اتأكد ان الناس تكون عندك. في كمان الكابسيو التريلين كورس دي مش تريلين كورس بمعنى اصح ده كورس التلات ساعت. كورس التلات ساعت. بناخد طبيق معين بقولك تعالوا يا شباب انا النهارده هنتكلم عن الاي ا اي ام لاي دنت مايش من دول اي تريبل اي. وهدا اقولك ان الاي تريبل اي. المكونات بتاعتها كزا. ان في حاجة اسمها في حاجة اسمها في حاجة اسمها في حاجة اسمها طبعا التلات ساعات مايقدرش اغتيت كل حاجة. ولكن انا بديك الكبير. بتاع الحاجة دي. ليه? عشان انا عايز اقول لك ادي الحاجات اللي انت لو محتاج انك انت اه تشوف التوبك ده وتفهمه انك انت لازم اه تشوفها بالشكل ده. ادي الحاجات اللي انت بفروض تشتغلها وتعرفها. طبعا في بعض التوبكز بعكية في سيكيورتي تريلين كورسز هتلاقي بعضها موجود عندنا على اليوتيوب ان احنا بتتكلم على الحاجات بالتفصيل وبالديتيلز هتلاقيها اه موجودة عندنا. الفيديو تريلين كورسز برضو موجود على اليوتيوب بتاعتنا. وانا على ما اظن ان انا بعتلكوا اليوتيوب بس ان شاء الله رب العالمين بعد الكورس النهاردة هبعتلكوا اليوتيوب بتاعت الفيسبوك واللينجد ان والواتس اوب جروب واليوتيوب. من فضلكم اشتركوا في الواتس اوب وفي اليوتيوب لانه اليوتيوب فيها حاجات مفيدة جدا زي ما قلتلكم هتلاقي فيها كورس سي اي اس اس بي موتها كامل لموتها سبعين ساعة فور فري. اه هتلاقيوا كمان حاجات تانية كتير قوي الواتس اوب تبيه ابديدت بكل حاجة. اي حاجة احنا بنعملها جديدة انا بنزلها الواتس اوب عباطول. فانت لو دخل معنا في الواتس اوب هتعرف كل الاخبار ما هتعرف كل الكورسات اللي موجودة عندي. اه السيكورتي تريلين كورسز بنقدم كل تريلين كورسز اللي هي بابيول تريلين كورسز يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عملنا 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 الله صلى الله عليه محمد عملنا حاجات كتير عليك دان متهيقلي احنا معانا احنا معانا اتنين من الناس اللي حضروا معي حاجات كتير. اه عبدالله وليد ما دخلش. اه انت انت حضرت معنا كم كورس عبدالله? والله ما شاء الله كثير يا حيو انا ناسي عدد. وبرضع. انا بارك فيك. اللي افضل منها ان عبدالله واحد من الناس اللي بفضل الله سبحانه وتعالى انه ربنا حدر يعدي امتحانات بتاعة دية. بفضل الله سبحانه وتعالى والا اه القورسز يعني. بس طبعا يعني انا لابو زكير على الله احسبوع على خير هو واحد من الناس المنتزة اللي انا بعداز بهم والحاجة الظريفة واتمنى ان هي تكون معاك وانتم كمان يا شباب يعني اه لاحظة لاحظة محمد الشرقاوي محمد الشرقاوي انت حضرت معايا كورس قبل كده صح? اه تماما حضرت الايزاكا سازم وحضرت الايزو فاونديشن زماني. بالضبط بالضبط. فان شاء الله رب العالمين هتكونوا انتو كلها يا شباب برضو من الناس اللي هم ترجعوه مرة تانية في الكورسات معانا وان انتو تبنوا الاسي في بتاعكو وان شاء الله اهضر. انا كمان يا بشواندس حضرت معاك الايزو فاونديشن زماني. منتاز وان شاء الله. ده 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 انتو خلاص بقى. ده ما تقولوا كده عشان نعدي الكلام ده بقى بدلا ما احنا عاملين نقول كلام انتو عارفينه يبقى خلاص. اكيد سبعتوا الكلام ده قبل كده. فانا هعدي الكلام بقى دوة. يمكن الجديد مع انا محمد يونس بس يعني الحاجات دية يعني ماركتينج يا شباب بس انا يعني الحمد لله رب عاميني. الناس اللي موجودة يعني مش بحتاج نعمل لهم ماركتينج. انا بس عايز اقف عند السلايب دي يا شباب لان ايتيه مهمة جدا بالنسبة لي. اولا اه 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 اي حاجة انت عايز تسألك. ممكن يا شباب تلاقيني ما استجبتش ليك. او قلت لك لا لحظة واحدة خلينا اخلص. ببقى في حاجة معينة عايز اكملها واخلصها. وبعدين اه 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 هستقبل الاسئلة. مغالبا بعد كده يعني جزء جبري جدا من الناس بيقول لك لا لا انت خلاص جوابت السؤال في في الشهر. فدي بتحصل. بس لو حصل زي كده اه 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 فيل فري تو قاصل. ليه? لو سبت اي حاجة ما فهمتهاش. هتبقى مشكلة يا شباب. لانه حتتراكم. ما فهمتش الحتة دي. والحتة اللي بعدها. والحتة اللي بعدها هتلاقي في الاخر خلاص انك انت ما فهمتش اه التوب الكل. اه وده الهدف من الوركشوب. انت تلوقتي عندك شركة وعايز تطبق فيها الايزو. اه طبعا ما بقولكش اقولي الشر عندك فيها ايه عشان وكده. ولكن انك انت اه حاول انك انت تدي امثلة للكاسيس. الكاسيس دي بتبقى مفيهاش ما انا ما بقولكش اقولي بتاع بتاعك ولا الحاجات زي كده. لكن ان اه اه شير بتاعك عشان نساعدك انك انت اه وانك كمان سيناريوز مختلفة للشباب اللي حاضر اه معنا. طبعا مهم. انا مش قصدي بالترينينج اللي هو في اخر الكورس. لا. انا شباب ده كل يوم. يعني انا ببقى ساعد جدا لما بلاقي حد بيقول لي مسلا اه انت لأ انت بتتحرك بسرعة ربيعة قوي واحنا مش قادرين نحصت. او انك انت بتتحرك ببطء قوي واحنا خايفين الوقت يمت بينا واحنا نقدر نحصلوا اكتر. او احيانا بنعمل كتير جدا ان انا جاء اقول طب خلاص يا شباب انا هعمل لمدة الاسبوع هوقف كل حاجة عشان هديكم فرصة ان انتم ادرجوا او ان انا هجري في بعض الموديولز او ان انا حلغي بعض الموديولز واشرح موديولز تانية. بيبقى لها اكشنز معينة. انا هنا مش تريننج سنتر. انا مش جاي هنا فور فايف دايز. عليكم. فهمتوا فهمتوا ما فهمتوش دي مشكلتكم. اه لا انا 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 ما بعملش كده. انا بفضل الله سبحانه وتعالى الماركتينج بتاعنا بيتم عن طريق كونتوب. انتم اللي بتعملو الماركتينج. يعني زي يعني معلش يعني يمكن هذكر اسامي من غير اه حساسيات. زي محمد الشرقاوي مسلا لما حضر الكورس وانبسط في هو اللي جاء معانا في الايزو اول ما عارف انه موجودة. لأ ده كمان آآ قال لصديقه آآ ان فيه الكورس وتعالى احضر معانا. فارا انا انا ما عملتش اي حاجة يعني انا ما عملتش اي حاجة. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كورس كان كويس. فهو ده اللي شجع الناس. فهو ده اللي انا عايزه. انا عايز لما الناس دي تطلع بقى زي مسلا عبدالله. عبدالله ده انا خايف بعد كده لما يحطر كورس مش هيتفع لي فلوس. ده انا هتفعله فلوس بعد كده يعني من قصر الكورس الله وحضر معايا. فلوس بعد كده. والله ما شاء الله تبارك الله يعني منك نستفيد للأمانة يعني. انا بستمتع جدا بالكورسات معاك وبالعكس يعني كل ما اشوف اي كورس نزل ترجعني يعني على طول مسجني معاك. الله ايجزك كل خير. الله ايجزك كل خير محمد. تمام. الريكوردة فيديوز كلها زي ما قد لكم يا شباب في نفس اليوم ان شاء الله او ماكسيمون تاني يوم ان انا برفعه على اليوتيوب عشان آآ تشوفوه. وطبعا لو انتوا ليكم اي تساؤلات او اي حاجة آآ انا عارف ان احيانا ممكن تكون في يعني مسلا تتكسف تتكلم قدام حد او كده اهلا وسهلا بيك انت معاك نمرت بتاعي وهي هي نمرت الموبايل انا عندي آآ ميت تقدر تكلمني عليه آآ ما فيش اي حاجة تانية شغالة في السعودية الا ميت فلو كلمتني ميت اللي هو اللي هو كان جوجل دي والقديم دلوقتي بقى ميت فلو كلمتني عليها آآ آآ I'll receive your calls ونقدر آآ نعمل اي discussion الايميل الادرسز بتاعتها برضو آآ انا هبعتها لكم ففيل فريد كونتاك مي سواء كان للكورس سواء كان للآآ آآ اي حاجة في مكان الكارير بتاعك وامتيال ان في بعض السيناريوز حصلت معنا قبل كده من شباب موجودين هنا ان هم برضو اتكلموا معي والحمد الله رب العالمين ان قدرت اساعتهم شوية بخبرتها. التريلين كوز هيكون تلات ساعات آآ هو بيبقى آآ هيتقسم على توسيشين بالسيشين الاولانية وبعدين بناخد بريك لمدة خمستاشر او عشرين دقيقة على المادة العلمية لو كانت المادة اللي شرحناها تقيلة فبناخد بريك عشرين دقيقة لو كانت زغيرة بناخد عشر دقايق فالحاجات دي كلها يعني دي 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 في ايدينا يعني احنا بناتحكم فيها احيانا بعض الاوقات ممكن اقول لكم لا خلاص انا عارف ان انتم تمرجوا جابت اخرها فحنوقف هنا عشان ما ما تخسروش اللي انتم عملتوه والفهم اللي عملتوه لان انتم لو فهمتو خمسين في المية دلوقتي من اليوم لو كملت الخمسين في المية التانية هتفكتو المية في المية فبنحاول ان احنا يكون فيه عندنا بينكم وبننا وبن بعض اهم حاجة يا شباب دلوقتي انا عايز اعرف كل واحد فيكو اه خاصة الخبرة بتاعته عايز اعرف بتاعه اي دلوقتي هو بيعمل اي دلوقتي عايز اعرف بتاعته هي اي دلوقتي اه لا يعني مش دلوقتي هي ايه 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 بتاعته هو داخل دليل دفع المبلغ اللي دفعوا ده عايز يعمل اه عايزه في شركته عايز يروح يشتغل الكونسلطان ببجرة عايز اه اه والله سيلف ستادي عايز يعامل سيلف ستادي ويتعلم معلومات جديدة and so on. دي مهمة جدا يا شباب. وغالبا ان السلايد دي الناس بتشوفها ما بدأي عجبهاش. بس لو الانستراكتور هي البروفيشنال السلايد دي بتخليه يغير في طريقة اه تدريس الكورس. لانه لو انا شايف ان اللي قدام كلهم بروفيشنالز وانه هم فاهمين كويس جدا الطبق دو هيبقى عبيت اوي لو ادخل اشرح اشرح لك البيزيكس. يبقى معنا كده ان انا مفروض بركز عليها ورجز على الحاجات الادوانسي. لكن لو لقيت ان في بعض الناس اللي معايا ممكن ودي بتحصل كتير. انه حد بيكون من الطلبة واحد او اتنين فبضطر ان انا ادخل اه اشرح كل حاجة اه بالتفصيل. وبرضو ارجز على حاجة. فالمهم يعني بتخليني اغير التكنيك بتاعي. فانا هبدأ اه تو انتروديوس مايسلف الاول. انا اسمي اسامة يحيا. اه انا اساسا اه هندسة عن شمس واحد وتسعين. اه كومنيكيشن اند الكترونيكس. اه بس سبحان الله ما اشتغلتش في اله اشتغلت على طول في كومبيوتر انجينيرنج في النتووركينج. اه بدأت في السعودية في سنة اتنين وتسعين. والغاية دلوقتي انا موجود في السعودية. بشتغل دلوقتي في سابك. اه ودي بتعتبر اه يعني مجموعة من المصارع الكبيرة اللي بيقوم على الاقتصاد السعودي كله. اه بشتغل فيها سينيور اركتكشور. سينيور انفرستركشور. اند سيكورتي اركتكشور. اه سيكورتي اه كونسلتنت. اه بتاعتي ليه حوالي تلاتين سنة في مجال الاي تي اشتغلت في حاجات كتيرة يعني بدأنا في في النوفل. ما اظنش يعني اه حد فيكم يعرف النوفل. واضح ان انتم كلكم لسه شباب صغير. فالنوفل دي كانت من اللي احنا بتاعت النتورك. الستبدلت بويندوز. اه بعد كده اشتغلت على الام سي اس اي. بعد كده اشتغلنا على سيسكو ديفايسز. اه بعد كده اشتغلنا على السيكورتي ان جنرال. وبعد كده ايضروبت ال ال البرودورت اسبيسيفك اه اه اسبيشاليزيشن. وبدأت اشتغل بجاه ان انا ببني نفسي سيكورتي كونسلتنت. ودي كانت طبعا بتعتبط على اللي هي البيزد اه كورس. بفضل الله سبحانه وتعالى السيرتيفكات اللي معايا يعني لو اعيزين اه اه توهاف ايدي اباو السيرتيفكات which i handle you can see it in linkedin profile بتاعي. بس هي تقريبا يعني معظم السيرتيفكات اللي هي المعروفة اه بفضل الله سبحانه وتعالى معايا. ال ايزو تو سفن زر وزر وان امبل منتاشن ال ايزو تو سفن زر وزر وان اودتينك ال ايزو تو سفن زر وزر وفايف اه ريسك بنجر ال ايزو ومجبوعة الحاجات التانية برضو كمان. بدأت من سنة الفين. اول ما بدأت الصعودية فيها الانترنت بدأنا في سنة الفين. بدأنا بالفايروالز وازي نعمل طبعا الوقت ده كان مختلف عن اللي احنا فيه دلوقتي دلوقتي كل حاجة جيو اي احنا كنا بتشتعل بسي اي اي اه وزي ما قلت لكم بعد كده بدأت اتعرف على بروبرتس اكتر واكتر واكتر وبدأت ان انا ايدي في المجال ده واكتر من عشر سنين. قدت في من الفين لغاية الفين وعشرة. ايدي في البرودكس دي وبشتعل فيها بايدي. بعمل لها يعني بعمل لها بعض كده اه اه اشتغل كسيكورتي كونسولتان فبقيت عندي بقت اكتر وبالتالي بدأت احدام بالسيكورتي منجمينت. بدأت احدام اكتر بالسيكورتي لان هي دي وهي دي ممكن دلوقتي في البجال الجديد وده ان شاء الله ويقول شيرت معاكو في ان احنا اه ان انا دخلت في الفيلد بتاع الحاجات دي كلها اه مش عشان حبيبها بس عشان عايز ادرس بتاعتها ازاي ادرس بتاعتها وانا مش فاهمها كويس طبعا فده كان السبب الاساسي ان انا دخلت تخصصت في الحاجة مش عايز اقول كلمة تخصصت بس بدأت ان انا احضر بعض الكورسات واخد بعض السيرتفيكات وبفضل الله سبحانه وتعالى بقت في الا اه الديجيتاليزيشن والبلوكشينينج والا اي اوتي وطبعا انا سيرتفايت انستراكتور كمان في الايزو في الشركة البي اي سي بي في البي اي سي بي يعني ممكن لو دخلت كورس في اي سي بي في ايزو ممكن تلاقيني انا الانستراكتور بتاعك يعني اه دي كان دي سيكورتي اكسبرينز ايه انا دي قلتها لكم في البداية يعني انا قلتلكو انا بتاعي ان انا عايزك لما تشتغل في الايزو امبليمنتيشن عدد الساعات بتاعات اي كونسلتنت ميليموم الى عشرين خمسة وعشرين في المية طبعا اكيد بدون اي اتنى شك انا عايزك تفهم برضو اه اه وال 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 يعني مش احنا مش هنه اه اه هوتو فده انها انت تفهموها وازاي ازاي هي دي الحقيقة اللي احنا هنشتغل فيها اه معاكم. الحاجة الاخيرة بتاعتي ان انتو تساعدوني ان انا اعمل الكتاب بتاعي اه ان شاء الله رب العالمين وده اه اه ان شاء الله ارجو ان يفيد الشباب ويفيد الناس و اه لما اعملوا ان شاء الله ايوان شيرت معاكم وليكم ان شاء الله هيبقى اول نصرة اه هدية لكم لان الجهد اللي هيبقى فيه بطضل الله سبحانه وتعالى ثم بي شغلنا مع بعض في الورجشوب دي. دي كانت انا المقدمة عندي. اسبحولي انا عندي قدامي شايف القسامية كلها اه يعني بتلتيب بعين فاحنا هنبدأ بمحمد الشرقاوي بعد كده عبدو بعد كده محمد يونس بعد كده اه عبدالله بعد اذنكم. تفضل محمد. السلام عليكم انا اسمي محمد الشرقاوي اه انا خرج اه علوم حاسبالي اه اشتغلت تقريبا اه في مجال ال النتورك من الفين وتمانية الفين وتسعة. ومعليش انا اسف لمواطعتك. معليش يا شباب انا نسيت كمان اه محمود الوكيل معانا انا اسف لان الاسكري ما كانتش واضحة عندي. فبعد عبدالله محمود الوكيل. شكرا لك واسمي محمد لمواطعتك. تفضل. ولا اهماك. اه من الفين وتمانية الفين وتسعة انا في مجال النتورك كنت في كونسلتانت كامباني في الاول وبعد كده من الفين واحداشر لالفين واحد وعشرين انا كنت في اولاند كاز كامباني اه نتورك سيكيريتي ومن الفين وتسعة اشعر بتاديات هذا خاصص في الانفرميشن سيكيريتي. الفين واحد وعشرين اتنقلت الفينانشال وبانكينج سيكتور. وحاليا انا نتورك وانفرميشن سيكيريتي مانجر في شركة تابعة للبانك الاهلي. الترينيغ اه الا اكسيريينسي ريباً موظم ال النتورك 해� dünyستيكي Scholarship بوضوكة. وااان وطبعا من التریننge اللي بعتز بيها هي الايزو فونديشن اللي خدناها مع بعض والايزاكا سيزم الترينينج إكسبكتيشن احنا حالياٌ بنبلغ في الشركة ان احنا نبقى ايزو سبع عشرين ألف وواحد فطبعاً البركشوب دي هتساعدنا كتير أنا كنت ميمبر في التيم اللي اخذنا بين الايزو في الشركة القديمة كانت شركة بترول لكن انا حابب البروجيكت ده هو انا البروجيكت منجر لي يعني الايزو في الشركة اللي انا موجود فيها حاليا فحابب ان كل حاجة يكون ملم بها بالتفاصيل علشان زي ما حضرك قلت انا مش عايز الشركة تيجي تعملي وتمشي لأ احنا احنا عاملين ده علشان نحط لنا كشركة فاحنا نحتاجين نبقى فاهمين وون هندرد برسنت يعني وشكرا ممتاز ممتاز هو في نقطة انا اعايز اا اكد عليها هنا يا شباب حتى لو انت اجيبت الكونسلتنت وعملها لك هو ممكن تجيب الكونسلتنت ويعملها لك وباصل الاودت وكل حاجة بس هي المشكلة انك هتفاجئ انك كل سنة او مش كل سنة هي كل ثلاث سنين بيجدد او كل سنة بيحصل عليك اودت اه ممكن يكون اه بس هي المشكلة انك انت ما بتستفدش من الايزو احنا مش بنعمل الايزو عشان مجرد طبعا اوكي انا ممكن اعمل الكواليتي عشان اقول انا كواليتي واكتب في كواليتي وكلام منها بس هي انت كمان بتشتغل في حتة فير كريتكال الفاينانشيال سيكتور الفاينانشيال سيكتور مفرووش اخطار فبالتالي ان لو انت سيكيورتي عندك جد تحد وان هو عاملها لك وانت ما عندكش التيم او الخلفية اللي يقدر يشغلها يول بي ان ريال ترابل يول بي ان ريال ترابل يعني يعني انت بتخيل البنك اللي عنده مشكلة يعني النهاردة انا رحت البنك صحبتها الف ريال اه جيت بكرة اه اعملت شاك لقيت الالف ريال اللي ما سمعتش ان انا لسه عند الالف ريال في الحساب فانا ما عنديش هنا اخطاء ما عنديش هنا اخطاء فبالتالي ان المجال اللي انت بتشتغل فيه وده من المجالات اللي احنا بنقول ان هي مهمة جدا وخلي بالكم يا شباب افتكروا كلام اللي بيقولهولكم ده مصر دخلت في مرحلة الديجيتاليزيشن دخلت طريقة غبية لاقصى درجة من الغباء وطبعا كان اغرب حاجة في الدنيا نظام التعليم اللي تعمل ولكن ان هي اجلا او عاجلا هتبدأ تقولك ان احنا عايزين نعمل اه انتجريشن مع الشركات العالمية فاول ما هيقولك كلمة انتجريشن مع الشركات العالمية معناها ايه? معناها انه هيبدأ اه اه عايز يعمل انتجريشن ما بين الشبكة بتاعته والشبكة بتاعت اي حد تاني مسلا اه اي مصنع في مصر عايز اتكلم معه في سابق انا مسلا يعني هنيجي نقول لهم اه اللي عندكم ده احنا لازم ديك ده اعمل عليكم اوديت وليعمل كزا وليعمل كزا ولو فعلت مش هنديكم البزنس بتاعكم ده او انك انت توسيرتفاي او ايزو سيرين زيرو زيرو وان مجرد انك انت تقول انا ايزو سيرين زيرو زيرو وان مجرد انا كنت بتكلم مع بعض البنوك في مصر وبتكلم معهم على سيكيورتي اه لقيت ان السيكيورتي دي رفاهية عندهم يعني حاجة من حاجات دي رفاهية فكنت بتكلم مع البنوك عندنا هنا في الصعودية فقال لي على فترة احنا كنا زيكم بالظبط احنا برضو السيكيورتي دي ما اعرف في النهاش وما اشتغلناش الا لما عملية اتفاقية الدجارة العالمية اللي هي الجاد لما بدأنا نعمل الجهد وان هي دلوقتي لازم ان انا اتكلم مع البنوك ولازم ان نفتح حسابات ونفتح معاملات واقع مع البنوك دي فكانت النتيجة ان لا البنج ده مش هتعامل معنا الا احنا كنا بقى انا نجيب الحاجة بتتعامل بس احنا مش عارفين دي اشغالها ازاي فبرضو بنقابل مشكلة وبرضو بنخسر بزنس فبدأنا بقى نبني نفسينا شوية بشوية فمتحيالي ان شاء الله ان محمد شرقاوي هو الهلب اسوح يدين سيناريوز آآ آآ كتير وان شاء الله يعني لو اخدت من السيناريوز دي حطتها في الكلار حديك نسخيتين هدية بعد النسخة اتفقنا? شرف لا يا فندم. الله يجزى كل خير. طيب آآ عبدو تفضل. انا اسمي عبدو المسلماني آآ انا خريج آآ كلية العلوم آآ قسم رياضيات. بس انا شغل في مجال الاي تي من الفين وعشرة تقريبا. آآ بدأت ازا سيستم ادمين وبعد كده اشتغلت سيستم ونتورك وداتا بيز وشتغلت يعني في حاجات كتير كفيلز في الاي تي من الفين وخمستاشر تقريبا وانا مهتم بالسكيوريتي آآ بدأتها كنتورك سيكيوريتي سيسكو هواوي جينيفر آآ فايروولز فورتينيت واشتغلت على معظم الفايروولز اللي موجودة. آآ بعد كده يعني بدأت آآ 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 الترييينجيستيشن بلى نسبالي بقالي يمكن من اول لللاقرونة مسلا وانا كنت مهتم بالايزو 27 setting 1 والسكيوريتي فريموركس بس مكما ملقتش الوقت ان ادوس فيها بشكل كبير، آآ كمان انا عندي في الشركة آآ بدأهم يطبقوا سيكيوريتي بوليسيز هما يعني الشركة لما الجم تغير عندنا فجاب السيكيوريتي بوليسيز بتاعة الهيد اوفيس يعني عملنا لها تعديل بحيث انها تماشي البرانش هنا في مصر ويعني احنا لسه يدوب مخلصين البروف بتاعها يمكن الشهر اللي فات اللي انا ملاحظه ان السيكيوريتي بوليسيز يعني في حدود 32 سيكيوريتي بوليسي تقريبا كلها الرفرنس بتاعها الايزو 27001 في الامبليمنتيشن بتاعها هيبقى تقريبا نفس الامبليمنتيشن بتاع الايزو 27001 اللي هو نفس المجال بتاع الوركشوب ممتاز ممتاز يعني هي برضو النقطة يمكن السيناريو بتاع عبدو مختلف عن السيناريو بتاع محمد لان محمد بدأ وبدأ يمكن داخل في قسم اكتف شوية بس محمد لا ده هو في البداية ان هي في سيكيوريتي بوليسي وده هيبقى ممتاز جدا لان الكورز ده اتو الهل بيوت عرفك ايه الخطوات اللي انت لازم تمشي فيها خاصة ان في حاجات معينة لازم تاخد لها ترتيب معين وبروترس معينة وشغل معين وبرضو يا شباب زي ما حعرفكم بعد كده انك انت لازم تفهم وانت بتعمل الايزو انه ممكن جدا الايزو يكلفك ملايين ليه لانه ان الحاجات اللي هم عايزين الايزو مش موجودة عندك فانت عايز تجيب بروتكت يعملها ده مش بعدها انك لو انت عايز تعمل الايزو النهاردة يبقى لازم الايزو ييجي تعمل له قدة بكرة لأ اعمل اوكي انا محتاج اجيب ومحتاج ان اعمل ومحتاج ان اعمل ومحتاج ان اعمل كزا بس فين الشركة اللي هديجي تقول له انا عايز عشرة مليون ريال هيدوها لك انت لو قلتنا عايز عشرة مليون مليار والعشرة مليون جنيه حيرفتك اسهل حاجة بالنسبة له رفتك حيكون اسهل من ديك الفلوس بس انت انا بتشتغل معك وانك انت تخطي له غدبه بتقول له ادي الحاجات اللي احنا دجينا ها وانك تعمل وطبعا احنا عندنا ريزك اسسمنت موديو الكامل عندنا احنا في الايزو انت بتتكلم مع الناس جا بيزنس هنا انتنا بنتكلم معهم بيزنس اياك تروح تقول له فايروال وفي بي ان واي بي اس وانت بتتكلم هندي بالنسبة له لكن لما ديك تقول له الماركت شير بتاعك وسمعتك والكمبيتشن وازاي اعمل لك كومبيتشن 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 كومبيتشف ايجي بينك وبين غيرك وهو الى اخيره فانا شايف ان عبدو هيكون سيناريو رائع جدا 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 وهيدينا تعالية جدا مع اه الشرقاوي في الترينيك ده ان شاء الله اه طيب اه محمد يونس تفضل السلام عليكم انا محمد يونس اه اه زميل شارعه في الشركة انا ابتديت اه في مكان الاي تي من سانيا احدا بس انا انا عندي تعليق هو مش مش ديني ده ده مديري ده الاي تي ده ريكس واحدة هو راجل متواطع ابحمد انا ابتديت اه من الفين وتسعة بس الباك جراوند كلها انا ابتديت المجال ده واختت مجال الابليكيشنز لغاتنا بقيت الابليكيشن menager وفي الشركة القديمة الي انا كنت فيها اه من اول ما ابتديت في مجال ماكو فينانس جزء بتاع الفينانشل سيكتورز كله اهالغاتنا بعيت دبيتي اي تي ديكتور في الشركة الي فاتت بلا كده روحت الاهلي تمكين كاي تي ديكتور مسؤول بقى على كل حاجة في الجزء بتاع الاي تي وزي ما احنا قال الشرق او احنا كان عندنا امبليمنتيشن هنعملها السنة دي في الايزو فكنت محتاج الكورس ده عشان نفهم بقى اللي هيجي ده هيعمل ايه و ايه البروجرش اللي احنا محتاجينه من الاول ممكن يبقى جاهزين به على ما الشركة دي تيجي ونساعدهم في الجزء بتاع الكونسلتيشن عشان نقلل برضو التكلفة وهكذا حتى لو يجي يعمل ايه والرزنة بتاعته ممتاز وفي حاجة واحدة بس هي اللي شدد انتباهي لان تقريبا يعني الكلام استاندرد هو محمد وشارقاوي يونس خليب اقول شارقاوي ونسا لان الاتنين محمد شارقاوي ونسا شرق واحدة في السيناريو واحد ولكن انا اللي شدد انتباهي حاجة واحدة لشباب ودي يمكن الشباب بتريقل الوكيل حيفهم كويس جدا انا بقول ايه احنا اكبر مشكلة عندنا يا شباب في مجال السيكيورتي بالنسبة لنا اكبر مشكلة بالنسبة لنا للأسف وده مش في مصر بس ده في العالم كله في العالم كله حتى اكبر الجامعات العالمية لما بتدري ما بتدريسي معاها سيكيورتي كورسس خالص الديفلوبر لما بيبدأ يشتغل على البرودكت هو ما فيش في دماغه اي سيكيورتي كنترولز ولا اي حاجة خالص هديجي تقوله في حاجة اسمها الديفلو في حاجة اسمها الديفلو جدا في حاجة اسمها في حاجة اسمها في حاجة اسمها في حاجة اسمها كل الكلام ده هو هيروح فتح لك بوقه كده وقاعد ساكن طبعا فالمشكلة انه اللي بتطلع 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 ضعيفة جدا فاحلا بنتطر عشان نحل من شكل يعني حاسبيني المسال يقولك دي يوزر لمن باسورد. بدلا ما حط يوزر نيم لو حاطت لك مسلا وان اقوال وان لما بين تو كود. لو حاطت وان اقوال وان كاسكوال انجيكشن اه ده بيعتبر اسكوال انجيكشن اتاك. فده بيعتبر الابليكيشن مش فاهمة ايه اللي جاهده. هي مش عارفة تعمل ايه. فهي بتاعكم انا عرفش ايه البيهيفيور. احيانا هجبه اعمل لك ضمبل الديتا سيرفر اه اه الديتا سيرفز كلها او لل اه الديتا بيس كلها على الجهاز بتاعك. فعملية الصوفت وورد ديفلوبر لما بلاقي حد من جباهة الصوفت وورد ديفلوبر بيبقى فاهم ان اهمية السيكيورتي وداخل اللي بيشتغل فيها فاديه على حقيقة بيبقى مبسوط بيه. ليه? لان هو هيبقى مميز في مجاله. بجد. هيبقى مميز في مجاله. هيبقى مميز في مجاله جدا. آآ يمكن الكورس اللي انا عايزك كمان يا محمد آآ تشتغل فيه في المستقبل ان شاء الله. وهينفعك قوي. اللي هو اللي يمكن احنا في كورس بالوقتي معانا ويمكن الوكيل معانا. بس ليه انا قلت الكورس ده بالذات? لانه هو كورس ده سيكس سيكيورتي واحد من الدومانز ده اللي هو الابليكيشن. واحد هو ابليكيشن. فده لما هتدرسه انت هتفهم السيكيورتي بتاعد الدنيا كلها. وهتفهم السيكيورتي بتاعد الجزء الابليكيشن. ده هيكون مفيد جدا ليك. وغالبا يا شباب برضو احدى الحاجات اللي برضو يعني ساعتها تذكروني بيها. هنتجه ناحية الكلاود راضينا او لم نرضى بشكل كبير جدا. ومش هنتجه ناحية الكلاود انه سينجل كلاود. لا ده انت هتتجه ناحية المالتي كلاود. يعني احنا في السعودية بدأنا خلاص المالتي كلاود بقت بيسوف كيك وبنتكلم عنها ان هي حاجة عادية. ايام زمان كنا بتتكلم عن عشان ان نعمل البيرايفت ان يكون عندي اا برايفت موديل. عندي شبكة داخلية في الامبرم وعندي البيبك. لكن الوقت الحاضر دلوقتي لا ده احنا مش عايزين كده ده انا عندي اا موديولز وكلهم بيشتغلوا مع كلاود سيرفرز مختلفين وهو الى اخره. فالكورس دي it will be very interesting وهتساعدك جدا ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. طيب اا عبدالله تفضل. طيب معكم عبدالله العمودي. اا نخرج سنة 2009 كمبيوتر ساينس من نهاية 2009 وبدأت العام 2010 برضه في سابق. حياتي كلها طبعا في ال الوبرائشن سنتر بدأت بالداتا سنتر الوبرائشن. قعد فيها تقريبا سبع سنين وبعدين الوبرائشن سنتر الوبرائشن سنتر. بعد كده عام 2019 بدايت اللي هو في نجال السوكوريتي وصائب السوكوريتي فبدأت من البداية دخلت في السوكوريتي وبدأي اشتغل على السم وسبلانك وكورادار وكل يعني اغلب انواع السم. حاليا بشتغل از سينيور سبيشاليست في شركة سيرار باي سيسي بس حاليا بماسك مني على ال وعلى البروسيس والبروسيجرس والقلسي ان شاء الله تهدي. فهو واحدة من الوبرائشن السنة هذي تحقق اللي هو اللي عايزو توتي سبين اون. احتمال انه كون يعني بارت من المشروع هذا. فجال الكورس يعني في وقته للأمانة وانا ان شاء الله بدن الله يعني اتحمستوا يعني قتبة هذة يعني عزمة هذ بيكان ان شاء الله. ان شاء الله. ممتازة. يعني هي برضو اه من الكويسة جدا وان ده برضو ودي حتكون احدى بتاعتنا ان احنا عشان نعمل ده. ممتاز. اه محمود. السلام عليكم. اه محمود الوكيل. انا خريج حاسبات المعلومات جامعة المنصورة. بدأت اي تي الفين وطلعتاشر. اه انا حاليا اشغال كسنير كلاود سلوشن اركتكت في مسك فونديشن هنا في السعودية. الاكسيبيريانس بتاعتي تتمحها في ثلاثة اجزاء. هي النيتوري سيكيريتي والأجلي بوينت سيكيريتي. والثالثة اللي هي الكلاود والكلاود سيكيريتي. الترينيجي اكسفكتاشر عندي. انا من ضمن الوبجيكتف عندي ان انا بكون سيكيريتي كنسلطة ان شاء الله. فمن ضمن الفريموركز الحالية المطلوبة في السوق واللي دايما بتفاهمك بشكل عام ايه. والانفورميشن سيكيريتي من البداية النهاية هي الايزو سبعة عشرين في واحد. الى جانب طبعا باخد محرك سي سي اس بي. اللي هي الكلاود سيكيريتي بشكل عام. فهذا الوبجيكتف بتاعنا نكون في يوم الايام. في وقت ان شاء الله بعد كده. سيكيريتي كنسلطان. واننا نقدر اجمع ما بين الكلاود وما بين الانفورميشن بشكل عام. شكرا. ممتاز. ممتاز. برضو دي اه حاجة برضو كويسة جدا لان فعلا الجروب دي ما شاء الله لا قوي تقيلة بالله. اللهم مبارك. فيها عالية جدا. الخبرة فيها عالية جدا. الاهداف اللي مطلوبة. اه كلها اه بالنسبة لسيكيريتي اه محمود. يعني زي ما هتشوف بعد كده ان هي عاملة زي الانتربمنت زي المصيبة. يعني انا لما بدأت فيها اه تلاقي مثلا بتاخد الايزو توسرين زيرو زيرو وان بعد ما تخلص وتقول لا 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 ده انا لازم اخدت زيرو زيرو فايف. كمان عشان افهم ريسك مانجمين بعد ما تخلص الزيرو زيرو فايف تقول الله. ما لازم اخدت سيرتي وان ساوزند عشان افهم زي بيعمل انتربرايز على اكترش. بعد كده هتلاقي بيتكلم عن اه اه بزنس اه زيرو وان ده خليني ااخد خليني ااخد حاجات زي كده. كل دي بتبني لك اه معلومات وتفكلك. الى جارب الاهم انت كل سيكورتي ان لما حد بيجيب اكترات متكلم معك. هو متخيل لانك انت يقول انصر his questions. فبالتالي انك انت لازم تكون عندك المام كامل يعني انا هتكلم عن الايزو. هليجي تقولي الانستانت منيجبينت مسلاً. فلو انا مقدرتش اشرح لك الانستبس بتاعتها والي مفروض تعملو فيها وكلام من ده. يبقى انت فبالتالي انك انت كده بتفقد اه في السوق. هتلاقي دي فيه كورس جتيرة. طبعا دي بتاع انتبه على بتاعتك في ايه بالزبط انت هايز تكون في بس هو ما شاء الله الجروب دي يعني انا شايف انها جروب قوية انه هيبقى فيها شغل ممتاز جدا وهيبقى فيها اه حاجات اه ممتازة جدا 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 مع بعض ان شاء الله. اسمحوا لي انا هوقف التسجيل هنا لان دي المقدمة وانا مش عايز المقدمة تدخل مع الكورسات نفسها.